وافق مجلس الشعب في السنة في جلسته السادسة من الدورة العادية الأولى للدور التشريعي الرابع على تقرير مكتبه باقتراح فقدان محمد حمشو عضو مجلس الشعب لعضويته بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بعد أن ثبت للمجلس فقدان العضو حمشو لأحد شروط الترشح وهو حمله لجنسية ثانية حسب المادة 152 من الدستور السوري ليتم بعدها تبليغ القرار إلى المحكمة الدستورية العليا حسب المادة 243 من النظام الداخلي لمجلس الشعب وذكرت صحيفة الوطن أن مجلس الشعب سوت بالإجماع على إسقاط عضوية حمشو كونه حاصلا على الجنسية التركية مشيرة إلى أنه لم يعرف تاريخ حصولها عليها وكيفية حدوث ذلك وخاصة أنه عضو في المجلس منذ عام 2012 ولفتت الصحيفة إلى أن محمد حمشو رجل الأعمال البارس في سوريا يعتبر الواجهة الاقتصادية لمهر الأسد هذا وأشارت صحيفة الشرق الأوسط إلى أن حمشو يعد من أبرز النواب المقربين من إيران ويصفه البعض بأنه رجل إيران إذ تربطه صلاة تجارية واسعة معها أعلقت صحيفة تليغراف البريطانية على مقترح رئيسة الوزراء لإيطاليا جورجي ميلوني بإعطاء الرئيس بشار الأسد فرصة من خلال التطبيع الأوروبي مؤكدة أن الأسد يأخذ ولا يعطي ورأت الصحيفة أن فكرة كسر عزلة الأسد من دون انتزاع أي تنازلات مسبقة منه تثير الذعر بين شريحة كبيرة من المراقبين للملف السوري ولمن يعيشون ضمن مناطق شاسعة لا تزال تخضع لسيطرة المعارضة في سوريا وأضافت أن ذلك يوجه رسالة إلى الأنظمة المارقة مفادها أن المبادئ الغربية بدأت تتلاش ولفتت الصحيفة إلى أنه على ميلوني أن تأخذ العبرة من تجربة الجامعة العربية في التطبيع مع الأسد والتي قدمت طلبات للأسد مقابل أحياء العلاقات إلا أنها لم تحصل عليها أفتت وكالة نوفوس الروسية بتوقع مصادر تركيا مناقشة التطبيع بين أنقرة ودمشق خلال اللقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة بريكس في قزان الروسية كما ذكرت صحيفة حرية التركية أن جدول أعمال المباحثات التي سيجريها الرئيس التركي مع نظيره الروسي على هامش قمة بريكس سيكون كثيفاً مشيرة إلى أنه سيركز على العلاقات السورية التركية وعلى مشكلة تطبيع العلاقات بين دمشق وأنقرة وأضافت الصحيفة سيكون لروسيا تأثيراً كبيراً على قرار الأسد بخصوص الاجتماع مع أردوغان لذلك ستكون المسألة السورية واحدة من أهم مواضيع الاجتماع بين بوتين وأردوغان قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاء إن بلاده والتركيا تعملان على تعزيز التعاون المشترك بينهما لا سيما ضمان وأمن والاستقرار سوريا وأضاف بقاء خلال معتمر صحفي أن تهران وأنقرة تتوصلان بالسمرار ضمن مصاري أستانا بشأن سوريا وتعملان بالتنسيق معاً لمكافحة الإرهاب وتعزيز الاستقرار واعتبر المسؤول الإيراني أن الوجود الأمريكي وانعدام الاستقرار يعززان الجماعات الإرهابية في سوريا أعلنت وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة عن فتح نقطة عبور أبو الزندين قرب مدينة الباب شرقي حلب لاستقبال السوريين الوافدين من لبنان إثر التصعيد الإسرائيلي إلى مناطق الشمال السوري ويأتي هذا القرار عقب الصعوبات والمضايقات التي واجهها السوريون العائدون إلى الشمال السوري في نقطة عبور عون الدادات بين مناطق سيطرة الجيش الوطني ومناطق سيطرة قسد اشتركوا في القناة